بيقول علاء الأسواني في مقاله بيتكلم عن إسراء عبد الفتاح بيقول إن هي يعني أيقونة الثورة من 2008 وكانت 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 6 أبريل وبيقول بيصبغ عليها ما يمكن إسباغه على جميلة بوحريد علاء الأسواني اللي كان بيقول على محمد علي إنه زعيم النهاردة بيقول على إسراء عبد الفتاح دي زعيمة ودي ثائرة ودي حرة أنا بقوله بصرف النظر عن توافه من تتحدث عنهم بقوله علاء الأسواني كنت منذ زمن أظنك أديب لكن اتضح من كتاباتك أنك أكذوبة كما صدمنا في كثير من هؤلاء الذين يدعونا زورا وبهتانا أنهم نخب والحقيقة والواقع احتشف زي في كل هؤلاء علاء الأسواني كاتب في الدوتش فيلا بيهاجم مصر على شأن إسراء عبد الفتاح وبيقول إنه بيهاجم الجيش المصري وبهاجم الشرطة المصرية وبيتكلم على فترة سوداء في تاريخ مصر وبيقول على إسراء عبد الفتاح يعني ما يمكن أن تقال على مريم العزراء بيتكلم كلام غريب في صحيفة أو في موقع في ألمانيا ده علاء الأسواني أنا بقول لي علاء الأسواني أنت موجود فين بتكلم على المصريين أنت موجود في باريس موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وإنت مش قاعد معنا أنت مش قاعد معنا في مصر بيروح وييجي محاش بيقرب له لكن بقول إنه مش حاسس في المصريين أنت مش عايش عيشة المصريين فبالتالي أنت تتكلم على بيقول الحق وإسراء عبد الفتاح بتدور على حقوق وحريات وأنا بقول لك أهو بيقول إن جريمة إسراء الوحيدة أنها دافعت عن حق المصريين في العدل والحرية بقول لك يا علاء من هي إسراء التي تدافع عن حق وعدل وحرية المصريين مصر يا علاء والمصريين أشرف وأكبر وأهم منك ومن إسراء بتاعتك بقول لك يا علاء يا بتاع جمهورية كأنه وما قيلة كأنه وأنا أتحداك وأتحدى أي واحد من معجبيك إنه هو يقدر يطلع على الهوى ويقرأ سطر أو سطرين من جمهورية كأنه لأنه ما كتب وما نشر في كأنه لنت نشرتها في لبنان يند له جبين أي حد عنده زرة احترام أنا لا أهاجمك لأنه أنت لست فيه في الصورة اللي يجب أن نهتم بيك لكن أنا لفت نظري مقال كتبته في دوتش فيلا وهذا المقال ليس به إلا غل والله وحقت وكراهية على الدولة أنا لا أزايد ولا أدعي الوطنية ولا أحتكر الوطنية ولا الحق أقول ما أشعر به أقول ما أشعر به وأقول ما أفهمه وأزعم وأدعي أنني أفهم وأزعم وأدعي أيضاً أنني سريرة نقية لأنه ما نديش مصلحة علاء الأسواني والإسراء عبد الفتاح والغيره أنا بتعامل مع كل الناس على إنه إنسان على إنه بشر من حقك أن تقول رأيك ومن حقك أن تفسح وتعبر عنه ومن حقي ومن واجبي أن أستمع لكن عندما يكون رأيي وعندما يكون وجهة نظر لكن أن يكون هناك حملة ممنهجة بتأخذ صف واحد ضد الدولة بيحمل فيه أكاذيب أنا أتحدث عن الأكاذيب قول رأيك أنت مش عاجبك نظام الحكم برحتك أنت مش عاجبك اللي بقوله برحتك جداً أنت ما بتسريحش ليه فلا برحتك جداً جداً لكن أن تحول هذه الكراهية وهذا عدم الود إلى خلق واختلاق أكاذيب هنا نقف ونفند هذه الأكاذيب أنا هنا أفند أكاذيب على الأسواني اللي بيحاول يدافع عن إسراء عبد الفتاح يقول تم خطفها وإزاءها وتعذبها إلى آخره على أنها أحد أيقونات ثورة 2008 أنا مش عارس الكلام ده على الأسواني بقى مؤرخ ثورات أنا بقول له ياريت تهدي إسراء عبد الفتاح جمهورية كأن تتسلى به يمكن تعرفك على حقيقتك وياريت كمان أنا بدعو الناس أي حد بيحب على الأسواني أو بيؤمن به أنا بقول له أين يعيش على الأسواني كيف يعيش على الأسواني من أين يعيش على الأسواني أسواني بقول له من فضلك لو سمحت روح أقرأ رواية أو كتاب جمهورية كأن اللي كتبها على الأسواني وبعدين قرر بينك وبين نفسك مش معايا ومش معاحد هل هتحترمه بعد كده ولا لا ده كان رسالتي لعلاق أسواني اللي بهديه بالمناسبة هذا الفيديو وهذا المقطع اهتموا بهذا المقطع اللي تم فيه استياض مواطن إنسان مش هقول جنسيته ولا غيره بهذا الشكل وهذا الاستفزاز وشوفوا اهتمامكم بوحدة زي إسراء أو غيره بالباطل قد إيه كان في المية واهتمامكم بهذا الموقف وهذا الفيديو كان في المية